دي عيشة محدش يستحملها الشغل خد كل وقتك وأهملت بيتك وأسرتك وأولادك إيه اللي أنت بتقوله ده يا عزق استنى أنا هشرح لك وأفهمك كل حاجة ولا تشرحي ولا تقولي خلاص الكلام ملوش لازمة أنت ما تنفعيش تكوني أم هو أنا بشتغل عشان مين مش عشان أوفر للولاد عيشة وحياة كويسة والله يا هانم محدش طلب منك كده المفروض تهتم بولادك وبالبيت أنت قصرت في كل حاجة بتربية الولاد خلاص كده أنا هاخد منك الولاد وأنا اللي هربيهم لا طبعا دي الولادي مش هتقدر تاخدهم مني أبدا لا هاخدهم وهاخد الأول سيف وهاخدهم بعد كده واحد واحد تعالي يا سيف سب ابني سب ابني يا عزق حتقبني رجع لي ابني رجع لي ابني يا حبيبي يا سيف يا ابني هاخدك مني أنتوا متأكدين يا ولاد أنتوا أخدتوا كل حاجة معاكم أيوة يا ماما ما تقلقيش أخدنا كل حاجة هو أنتوا يعني كان لازم تروحوا رحلة الكمبي دي مش عارفة إزاي هستحمل تبعدوا عني كل الأيام دي ما تقلقيش يا ماما إن شاء الله هنرجع بسرعة مش هنتأخر علي خد بالك من سارة أختك أنت عارف أن هي متهورة ماما أنا أقدر أخد بالي من نفسي أنا مش متهورة ولا حاجة هتوحشوني جدا طمنوني عليكم طول الوقت حاضر يا ماما دايما هنتمنك علينا يلا بقى هنتأخر والطيارة هتطلع ماشي يا حبيبي مع السلامة هتوحشوني أوي يا أولاد هتوحشني أوي يا بابا وإنت كمان يا سيف يا ابني هتوحشني أوي استمتع بوقتك وبسط أنا متشكر أوي يا بابا قدرتك دفعت لي كل البلوث اللي معاك عشان أقدر أطلع المخيم ده إنت ابني يا سيف وأنا بشتغل عشانك وحقق لك كل اللي نفسك فيه يلا بقى يا حبيبي عشان ما تتأخرش مع السلامة مع السلامة يا بابا أهلا بكم يا شباب في المعذكر لازم كل واحد فيكم يبني الخيمة بتاعته قبل الليل ما ييجي وممكن تساعدوا بعض عشان تنجزوا يلا ابتدوا كل واحد يبني الخيمة علي أنت خلصت الخيمة بتاعتك ولا ساعدك ها أنت بتكلميني إيه ده أنت غيرت لبسك إمتى هو ود الحين أنا سيف أنت أكيد متلغبطة بيني وبين حدي تاني بلاش هزار بقى يا علي مش وقت هزار خالص سارة تعالي كده شوفي أنا معي حاجات ممكن نستخدمها علي أمال دايب أمين إيه ده أنت زي شبهي كده أنا حاسس أن أنا بوصص في المراية ده مش معقول أنا حاسس أنها يغمى علي إلحقوني سارة سارة هيا سارة أنت دلوقت كويسة لا أيها أنا دلوقت كويسة أنت مين أنا اسم سيف أنا اسم علي ودي أخت الصغيرة سارة أنت أنت زي شبه بعض كده دي حاجة غريبة ومشطبعية أبدا طيب أنت ممكن توصف لنا مامتك شكلها إيه بصراحة ما قدرش أوصفها لأن هي وبابا انفصلوا من زمان قوي طيب أنت حتى مش فاكر اسمها إيه بصراحة مش فاكر قوي بس أفتكر من زمان بابا كان بيقول إن اسمها منال وأنا مش عارف اسمها بالكامل إيه لأن بابا ما قاليش ومش بيتكلم عنها كتير أنت بتقول اسمها منال منال إيه مالكو؟ هو في مشكلة في الإسم أصلحنا كمان ماما اسمها منال طيب وإيه المشكلة؟ صدفة عادية وممكن تحصل طيب مش فاكر يا علي إن ماما كانت بتقول إن ليك أخ توقن إيه؟ يعني إحنا توقن؟ أكيد ده مستحيل أبدا يعني أما يطلع لي أخ جديد يبقى ولد مش بنت كان نفسي يبقى لي أخت بنت يلا يا شباب سيبوا الخيام بتاعتكم عندنا نزهة استكشافية إيه ده يا كابتن؟ مش تستنى ما نخلص الفيلم الهندي اللي إحنا فيه ده ها 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 طيب كلمني عن بابا هو شكله راجل شرير ولا طيب؟ لأ خالص يا علي بابا مش شرير أبدا ده طيب جدا أنا هنا معكم بفضله لأنه هو اللي دفع لي الفلوس وطبعا كان مبلغ كبير وبيحاول على قد ما يقدر يسعدني ويعلمني كويس ممكن بقى تكلموني عن ماما 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 جميلة قوي وشجاعة وبتحبنا جدا وبتهتم بينا انت نسيب تقوله إن هي طول الوقت متعصبة؟ انت بتقولي إيه يا سارة؟ هي دي الحقيقة طول الوقت متوترة ومضغوطة بسبب شغلها وإن هي لازم تشتغل كتير عشان توفر لنا حياة كويسة كان نفسي أكون مع بابا زي سيف على الأقل كان هيهتم باهتماماتي وطلباتي انت شايفة إنه عادي يا سارة بس على فكرة صعب قوي إن الواحد يعيش من غير أم وإحنا كمان حياتنا صعبة برضو من غير أب هني كنا محتاجين أب يبعيش معنا طيب بقول لكم إيه بقى أنا عندي خطة كويسة وقت إيه يا علي؟ عايزين نعمل خطة عشان نرجحهم لبعض يا ريتي علي أنا نفسي فعلا أشوف ماما فقول لنا إيه هي بقى الخطة يا علي ماشي أنا أشرح لكم الخطة يلا بقى ندخل ننام عشان بكرة الصبح عندنا يوم تقول مع الكابتن طب يلا بقى تتبخوا على خير كل واحد يروح الخيمة بتاعته يلا يا شباب صباح الخير كله يجمع هنا النهاردة طبعا يا شباب آخر يوم في المخيم قضينا وقت جميل واتبسطنا كلنا وتعلمنا حاجات كتير إن احنا بنساعد بعض وبنخاف على بعض دلوقتي بقى كل واحد بقى يفكر خيمة بتاعته ونجمع حاجتنا عشان نبقى جاهزين قبل معادي الطيور عارفين أحلى حاجة في المخيم ده أنا جيت المخيم ده وانعادي أخ واحد دلوقتي أنا هرجع من المخيم وانعادي أخين وليا دي حبيبي أخيرا رحلة المخيم خلصت أنت وحشتيني قوي يا ماما إزايك يا ماما إيه ده أنا مش مصدقة عيني إيه اللي أنا شايفها ده أنت أنت سيف أيوة يا ماما أنا سيف سيف ابني حبيبي وحشتيني عزب منال وحشتيني قوي يا باب كان نفسي أشوفك من زمان وانت كمان يا حبيبتي وحشتيني قوي وحشتيني قوي يا باب ليه مش بنشوفك من زمان معلش يا حبيبي سمحني هو دل حصل بس أنا دلوقتي معاكم هو يا أولاد أنا مبسوط إن شفتكم وإحنا كمان يا باب مبسوطين قوي إن شفناك أنا مبسوط قوي يا باب أنت السبب يا عزك أنت اللي حرمتني من ابني السنيندي كلها فيها إيه لما كان يعيش ويتربى مع أخواته لا بقى أنت السبب يا مانال هو أنت هتتخنقوا تاني خلاص كفايا بقى إحنا بعيدنا عن بعد سنين كتير أيوة يا باب يا ريت ما تتخنقوش بقى أنت وماما أنا ما صدقت إن أنا لقيت ماما وأنا يا باب ما صدقت إن أنا لقيتك طب أقول لكم على فكرة حلوة ننهي بيها المشاكل دي أنا كسبت تذاكر رحلة من على النت يا ريت بقى نطلع الرحلة دي كلنا مع بعض نتجمع ونبسط يا ريت وافق يا ماما يا ريت أيوة يا ماما وافق عشان خطرنا وسيب الشغل شوية بقى لا طبعا مستحيلة وافق بحاجة زي كده أنتوا تجننتوا ولا إيه يا ماما أرجوك يا ماما طيب خلاص يا ولاد اسأله بابا الأول لو وافق أنا كمان هوافق وافق يا بابا أرجوك يا بابا وافق عشان خطرنا خلاص يا ولاد أنا موافق أنا كل اللي يهمني إن أشوفكم مبسوطين أنا مبسوط أوي يا ماما إني معاكي وهنقضي وقت جميل هنا في الفندق وأنا كمان مبسوط أوي يا سيف يا حبيبي الحمد لله أني شفتك بعد السنين دي كلها باباك هو السبب هو اللي حرمني منك خلاص يا ماما أنت كل اللي حصل ده بقى إحنا جايين للفندق هنا عشان نبسوط يلا يا ماما نطلع نرتاح شوية ونحط الشنط وبعد كده بقى نشوفها نعمل إيه عايزين نتفزح ماشي يلا بينا للأسف بقى مفيش غرقطين فضيين بس هما لجنب بعض أنام بقى أنا وإخواتي في قوضة وإنت بقى وماما تناموا في القوضة التانية لأ طبعا مستحيل أنتو بتقولوا إيه عشان تقعد تتخانق معايا زي زمان وتنكد علي قبل ما نعم يا سلام ومين قالك إن أنا اللي هوافق ده أنت كل كلامك مشاكل واخنقات ثاني برضو يا ماما يا بابا إنتو بقى عوضوا مع بعض لكن أنا وإخواتي بقى عايزين نعوض مع بعض ونتكلم أنا ما شفتهمش بقالي سنين أرجوك يا ماما وافق أرجوك يا بابا وافق وأقعدوا بقى اتكلموا مع بعض وخلوا مشاكلكم دي فلاص هوافق عشان كومنتوا بس يا ولاد مش عشان حد تاني يا سلام هو أنا يعني اللي هوافق عشان حد تاني أنا هوافق عشان الولاد يلا يا علي يلا يا سارة نطلع بقى نزبط القوضة ونحط سنطنا فوق بقول لك يا عزة ما تنام بقى على الكنبة في الريسيبشن وتسيب لي القوضة لا ما بحبش الدوشة يفتكروا بابا وماما بعد الرحلة دي هينسوا اللي فات ونعيش كلنا مع بعض أنا متأكد إن هم هيتصلحوا ويرجعوا تاني يلا يا سيف يلا يا سارة ننزل نعود على البحر شوية هو بابا وماما صحيو هقايوة صحيو أنا ملقتهمش في قضيته أنا بقى هعمل لكوا فطار ما حصلش هو أنت اللي هتعمل الفطار أنت هتفترنا على مزاجك ولا إيه ولا على مزاجي ولا حاجة تحب تفتري إيه يا هاني هنفتح التلاجة ونشوف فيها إيه بعد كده نفكر نعمل الفطار لا بصراحة معلومات مهمة أو شايفين بابا وماما في المطبخ بيحضروا الأكل هتلاقيهم دلوقت بيتخنقوا مين اللي هيعمل الأكل يلا بقى نروح ننزل الميا شوية يلا يا علي نعمل سباق ونشوف بقى مين اللي هيعمل أكتر طبعا أنا اللي بعمل أكتر أنتو الاتنين توقم يعني هتلاقيكم بتعمل زي بعض بالظبط يا سلام مين بقى اللي قالت كده عشان أنتو شبه بعض يبقى لازم تعمل زي بعض يلا يا أولاد كفاية بقى كده وطلعوا من الميا عايزين ناكل أنتو أكيد جعتوا يلا يا حبيب يطلعوا بقى الأكل جاهز حاضر هنطلع هو يا سلام إيه الأكل الحلو ده تسلم إيدك يا ماما أنتو بابا على فكرة بقى أنا تعبتي في الأكل ده أكتر من بابا ماشي يا ماما على العموم تسلم إيدكو منتو الاتنين احكي لنا تاني يا بابا لا يا أولاد كفاية بقى كده عايزين نطلع ننام عزة انت هتنام ممكن أتكلم معاك شوية أنا تعبان وعايز ننام نصبح على خير صباح الخير يا منال صباح الخير يا عزة نمت كويس مبارح أيوة نمت كويس جدا إيه رأيك ناخد الولاد ونوديهم مدينة الألعاب طبعا أنا موافقة الأولاد هيكونوا مبسوطين غزل البنات أنا عايز أشتري جميل قوي وأنا كمان هاجي معاك أخذ آيس كريم وأنا كمان خدوني معاك يا يا سارة عدت سنين وكبرت يا حبيبتي عارف يا عزة بتفكرني بيك دايما هي شبهت في كل حاجة حركاتك وتصرفاتك حتى من أيام الجامعة إيه رأيك يا منال نتمشى شوية زي ما كنا بنتمشى زمان يا يا عزة تفكرتين بزمان ماشي يلا نتمشى واضح كده إن خطتنا ماشية مظبوط أكيد مش هنرجع من الرحلة دي إلا وهم متصلحين ورجعوا زي زمان ياه ونقش مع بابا وماما زي كل الناس فكرة زمان يا منال أما كنا بنيجي نتمشى هنا أول جوازنا طبعا فكرة يا عزة هي دي أيام تتنسي دي كانت ذكريات جميلة قوي على فكرة يا منال أنا فاهم وعارف كويس قوي وفاهم إن الولاد بيخططوا عشان يشوفونا مبسوطين مع بعض ونرجع زي الأول ولا لا إحنا لازم نبين لهم إن إحنا مبسوطين عشان ما يتضيقوش بس أنا مبسوطة يا عزة وأنا كمان مبسوط يا منال يلا بقى عشان ما نتأخرش على الولاد كنت فين كل ده كنا بنتمشى شوية يا حبيبي يلا عشان نرجع الشلي ماما مدير الشركة برا وبيقول إن عايزك في موضوع مهم مدير الشركة أنت سعيب الشغل وقعدها هنا تتفتحي وسعيب الشركة قطلت الشغل يومين من غير حتى ما تسيبي خبر أنا بعدت إيميل للشركة وضغت فيه كل حاجة كان لازم يا مدام تيجي تخلصي شغلك الأول وبعدين تشوفي هوافق على الأجازة ولا لا أنت بتزعق لها ليه أنت ما ينفعش تزعق لها بالطريقة دي أنت كمان بتضربني أنا خارف أتصرف معاك اعتبر نفسك مرفوضة من الشغل أنا أسفى يا أولاد أنا أسفى على اللي حصل ده ياريت يا أولاد تدخلوا قددكم دلوقتي أنتو شايفين ماما حالتها عاملة إزاي هي محتاجة تهدى وهتكون كويزة معلش يا منال أنا ما كنتش أتمنى أن يحصل لك مشاكل في شغلك أنا عارف شغلك بالنسبالك إيه أنا مش قادرة أصدق بعد كل تضحياتي في الشركة والمجهود اللي عملته يعملوا فيي كده يا منال أنت ضيعت نفسك وحياتك في سبيل الشغل ونسيتي وظيفتك الأساسية أنك تغد بالك من أسرتك زوجك وأولادك عندك حق يا عزة بس أنت عارف أني بحب شغلي قوي شغلك ولا إحنا يا ماما إحنا بنعاني طول الوقت بسبب شغلك والضغوطات اللي بتكوني فيها إحنا تفرقنا وتحرمنا من باب ومن أخونا بسبب شغلك ده ياريت يا ماما تفكري مرة واحدة فينا وتسيب الشغل ده على جنب ياريت يا ماما أنا تحرمت منك وأنا صغير بسبب شغلك وإخناقاتك مع بابا بسبب الشغل خلاص يا أولاد أوعدكم أني مش هفكر بأنانية تاني وهخلي مصلحتكم هي الأول في كل حاجة طيب يا ماما إحنا مصلحتنا أني إحنا نشوف جنت وبابا مع بعض ونبقى أسرة سعيدة ومن غير مشاكل وأنا موافق يا أولاد ياريت يا منال توافي أيوة يا ماما أرجوكي ياريت توافي خلاص يا أولاد أنا مليش رأي تاني بعد رأيكم أنا موافق